موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد وآل محمد هم عدل القرآن الكريم السيدة الزهراء عليه السلام احتضنت القرآن بكل مفاهيمه وبكل مضامينه ومعانيه وكانت المصداق الأمثل له حتى في آخر لحظات حياتها كان لسانها وقلبها يلهج بذكر آيات الله الكريمات البينات فخرجت لنا في كل زمان وفي كل مكان نساء فاطميات قارئات للقرآن الكريم منهن إن شاء الله القارئة حوراء ياسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا سيد زهراء الله يبارك بيكم شكرا جزيلا حوراء أكيد نبارك لكم طريق القرآن شكرا جزيلا وقرار أنه أنا أسير في طريق القرآن عمركم صغير لكن إنجازاتكم في طريق القرآن كثيرة لربما اللي شاهدت الآن وعد ما حذكرين إن شاء الله انتقالاتك في موضوعة القرآن ووصلت إلى ما وصلت إليه يعني صراحة يعني يتفاجئ الحمد لله خلينا نسمع منكم اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أفضل المرسلين حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي الزهراء محمد اللهم صلي على محمد وعلم محمد اسمي القارئة حوراء عامر ياسين وكما هو معروف حوراء ياسين أبلغ من العمر 21 سنة قارئة القرآن الكريم وأسكن في بريطانيا أنا عراقية مغتربة بدأت في تلاوة القرآن الكريم عندما كنت في سنة التاسعة وكنت أدرس فيها العتبة العباسية معهد القرآن الكريم أمرش 9 سنوات كنت درسين بالعتبة العباسية بدأت في تلاوة القرآن الكريم عندما كنت في سنة التاسعة وبعدها دخلت في دورات القرآن الكريم أتوقع كان عمري 10 أو 11 سنة تخرجت من معهد القرآن الكريم تابع العتبة العباسية فرع النجف الأشرف تخرجت في تقدير جيد جدا وبدأت عندها أعمل كأستاذة في معهد القرآن الكريم العتبة العباسية كانت لدي العديد من الدورات درست في مجال أحكام التلاوة والصفات والمخارج وبعدها توجهت وتخصصت في تدريس النغم والصوت طبعاً نحن كنا نعرف أنه خصوصاً العنصر النسوي في العراق يفتقر لوجود أستاذات الصوت والنغم بسبب قلة الدورات وقلة الورشات فللي جئنا للدروس الأونلاين والدروس خارج العراق مثل إيران وأحياناً الأخوات يدرسون في مصر وسعت هذه الدروس وأصبحت هناك قارئات للقرآن ونفس التخصص اللي ذكرتي فيما بعد فيما بعد وفي الوقت الحالي خصوصاً وجود الكثير من أستاذات النغم طبعاً الفئة اللي صعدت يعني جيلي والفئة اللي صعدت في الفترة عند ذاك أستاذات القرآن وصوته والنغم درسوا الأجيال الثانية فالحمد لله أني لذاك اليوم التقيت ببنية كان عمرها 14 سنة وهي أستاذ الصوت ونغم ما شاء الله فحسيت أنه أنا جداً فخورة بي قلت لها ما شاء الله أنت حتى أصغر مني وبدأتي ما شاء الله كما نعلم جميعاً يعني طريق القرآن طريق آمن وهو صراحة ذخرة وذخيرة للفرد دنيا وآخرة يعني دائماً الإنسان القرآني اللي يكون في طريق القرآن كقارئ يعني في نفسه أنه يتمنى تكون له تلك العلقة بالقرآن الكريم وبتتعزز هذه العلقة به هكذا مهارات نطورها وننميها فتكون النتيجة إن شاء الله خير ذكرتي إتي كنتم بالعراق وذكرتي تجربتك بالعراق الآن إحنا انتقلنا إلى بلد آخر وهذا البلد غير مسلم ما الذي يعني أحدثه من تغيير أو أثر عليكم في موضوعة القرآن الكريم أنت الآن في بيئة مسلمة في بيئة قرآنية كل ظروف الساعد كل ظروف تحفز صراحة والشجع هناك الوضع مختلف بداية ما كان قراركم عد ما انتقلتوا إلى تلك البيئة ثم بعد ذلك كان لكم يعني في الحسبان الظروف حساعدني حتقف ضدي هناك معاناة هناك عراقيل أم لا قررتي وصرت على هذا القرار تفضلي هو واقعاً في البداية كوننا ساكنين بالعراق هسا إحنا كنا متعلمين على هذا الجو متعلمين على هذا المود العراقي أجواء حسينية أجواء قرآنية لما تروح تنتقل لدولة ثانية آخر شي يجب حسبان عندك موضوع الدين لأن أنت متعلم على هذه الفئة اللي عايش بها لما انتقلت أنا في بريطانيا كل ظني أنه رح ألقى جالية قرآنية مثل اللي أنا موجودة وعايشة بها حالياً بالعراق لما انتقلت لبريطانيا لقيت أكو خمول لأنه أغلبهم هناك نتحدث في سنة تقريباً 2018-2019 2018 كان هذا واقع القرآن هناك بالضبط انتقلت في البداية في لندن لندن تقريباً جيدة من ناحية الجالية القرآنية بعدين انتقلت لمانشستا مانشستا غالبيتها إنجليز الجالية العربية بسيطة جداً الجالية المسلمة الغير ناطقة بالعربية كبيرة المسلمين هناك اللي غير ناطقين بالعربية عدوا مسعوبة بتعلم القرآن خصوصاً في مسألة المخارج عدوا لغة الضات فما يقدرون يلفظون الخاء ما يقدرون يلفظون الحاء نستطيع أن نقول يعني هاي رقم واحد بالمصاعب اللي واجهة تيتشل ربما في مشروعك في بلاد الغرب بالي فشفت آني موضوع كلش بعيد أنه أبدي ويا الكبار بالعمر أدرسهم مخارج لأنه تخيلي أنهم هم عمر يكملين حياتهم يكملون بهذه المخارج فاتجهت للفئة الناشئة الأطفال فأكو مدارس هناك مدارس عربية انضمت الوحدة من المدارس أحمد لله يعني صار استقطاب كلش واسع لما نعرفه أكو أستاذة جاي من العتبة العباسية تدرس قرآن بديت أدرس طلاب قرآن بديت أدرسهم أنا كأستاذة صوت ونغم تخليت عن هذا المجال بديت أدرس مخارج بديت أعلمهم وشلون يلفظون اللفظ العربي الصحيح واتفاجأت من الفيدباك اللي إيجاني من الأهل أنه أغلبهم يقولون إحنا ما شاء الله أحنا كبار بالعمر بدأنا عرف نقر مثل القراءة اللي إذا يقروها أولادنا فبصراحة شي حسستني بالفخر كل ما أذكره أقول هذا من فضل ربي لأنه حتى أكون منصفة واجهت خيبة أمل من انتقلت من العراق بلد القرآن إلى هناك المانشستر ماكو أجواء فقلت أنا شو رح أقدر أصنع الأجواء وإذا بالله سبحانه وتعالى هو اللي يخليني آني أصنع الأجواء للناس القرآنيين هناك صارت أكو جلسات قرآن صارت أكو نساء يسوون جلسات قرآن يقعدون يقرأون قرآن وأنا اللي أكون منظمة لهاي الجلسة وأصاح أحلهم تلاواتهم أرسالة أروح من العراق إلى بريطانيا حتى أعلمهم القرآن لأنه يصعب عليهم يمكنهم الجيل هنا يصعب أنه يتم إرسال أستاذ وقتيا حتى يعلمهم هناك نعم أستطيع أن أسأل ما هو الأمر اللي متعلق بالقرآن ضمن تخصصكم اللي درستي في العراق أستطعتي أن تأخذي كما هو ويترجم هناك بلي متعلق بالقرآن ممكن المناهج طريقة التدريس هناك الطريقة اللي متبعة هناك شوية بدائية احنا هنا بالعراق احنا عبرناها هذه المرأة الآن احنا نقارن الآن احنا نقارن ما بين هذه البيئة وتلك وطريقة احنا مو مقارنة بس احنا نعرف أنه العراق كونه البلد ناطق باللغة العربية هو متقدم بجيل عن الدول اللي هي هناك لأنه كونها دول منعزلة وكونها دول قليل توصلها فمن اجهة آني جبت لهم طرق حديثة للتدريس مناهج جديدة للتدريس من تدريس اللغة العربية هموا بعدهم على المناهج القديمة اللي هي بطيئة النتائج صارت عندهم تجيهم نتائج أسرع بتعلم القرآن خصوصا على الأطفال وبنفس الوقت بوقت قليل بخلال سنة الطفل يقوم يقرأ قرآن هو مين طق اللغة العربية طيب تحدثتي عن مناهج حديثة وغيرها الآن يتبادر إلى الذهن دخلت التكنولوجيا بالخط؟ دخلت التكنولوجيا بشكل جدا جبار عظيم أستطيع أن أقول كان هناك يعني فكرتك إعلاميا أنه يوصل صدا هذا المشروع هناك إلى أكبر عدد ممكن من الجالية المسلمة حتى اللي ما كانوا مثلا في بريطانيا بالضبط هو اللي صار أنه الجالية البريطانية الكميونيتي المسلم صار يتناقل الحديث أنه في مدرسة في إحدى المدارس العربية أكو أستاذة قرآن صارت تطرح هذا الموضوع صارت تنطي مناهج حديثة صارت تنطي دروس قرآن حديثة فاللي صار أنه صار أكو استقطاب حتى الأستاذات اللي موجودة صاروا يجون يردون دورات تطويرية وأني أعتبر هذا الشيء نجاح عظيم أنه أنا إذا أنطيهم هذا العلم راح ينتشر وبالتالي راح يفيد الكميونيتي المسلم كلها اللي بمانشستر واللي بريطانيا بصورة عاملة حلو الآن لو أردت مثلا أنه تنطينا انطباع عن الواقع القرآني في بلاد الغرب اليوم ماذا تقولين؟ جميل لأنه أنت لما تروحين تشوفين هذا المكان وهو خامل وبعدين تباعي له بعد فترة من الزمن تشوفين صارت أكو حركة قرآنية تحسين أنه أكو لطف من الله سبحانه وتعالى أكو التفاة من الله سبحانه وتعالى حتى هذا المكان يتغير واقع حاله خصوصا أنه الأخوات أساهل أكو رجال أكو رسالة تزهوائي الرجال بس نساء ما كان أكو حسن لي صار أنه صارت أكو منافسة بين الرجال والنساء حاليا حاليا يعني أعمار معينة كل الأعمار أخلي التركيز على فئة التينيجرز اللي هم المراهقين صارت المنافسة لأنه هم اللي أنا درستهم يعني صعدوا على إيدي ما شاء الله حوراء السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وطريق القرآن طريق واحد إن شاء الله نبدأ بالحديث بي بعدما نتوقف مع هذا الفاصل بإذن الله تعالى نذهب إلى هذا الفاصل ثم ولا نعود طريق السيدة الزهراء عليها السلام هو ذاته طريق القرآن اليوم بحمد الله يضج ويعج بالقارئات وليس فقط القارئات وإنما بالتخصصات القرآنية كافة التي تعنى بكل مختلف معاني ومضامين القرآن الكريم نجد واقع ذلك إن شاء الله مع القارئة حوراء ياسين حياكم الله مرة أخرى حوراء حوراء السيدة الزهراء والقرآن الكريم كيف ترجم ذلك من خلال تخصصكم لتحدثت به قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وعليه إني تاركن فيكم الثقلان كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أنتمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا فنشوف أن أهل البيت والقرآن الكريم هم وجهان لعملة واحدة لا يمكن التفرق بينهما فإحنا اليوم أنا بالنسبة لي توجيهي كفاطمية كإنسانة منتمية لمذهب الزهراء عليه السلام لمتابعة لمنهج الزهراء عليه السلام خصوصا أن سيدة زهراء عليه السلام قبل وفاتها كانت تتلو القرآن كانت تقرأ القرآن قبل آخر لحظات وفاتها واستجدت عليها السلام وهي تقرأ القرآن تكليف الأخوات الفاطميات على الأقل أنه يقرأون القرآن بصورة صحيحة لإعداد جيل يقرأ القرآن بصورة صحيحة الأمهات خصوصا كونها تعلم أولادها من الأفضل أنه تكون تلاوتها ليس بشرط أنه تكون بصوت جميل ولا مرافق للألحان والمقامات القرآنية على الأقل أنه تكون صحيح من ناحية الحركات من ناحية المخارج الصحيحة يعني الناس الغير ناطقين باللغة العربية لما يجون يعلمون أولادهم قراءة القرآن راح يعلموهم على الطريقة اللي هي غير عربية من ناحية المخارج أتحدث لما تكليف الأم أنه يثقف ذاتها بتكليفها كإنسانة زهرائية فاطمية أن تتعلم القرآن أحسنتم الآن لو انتقلنا إلى مهرجان روح النبوة والذي أعطى مساحة مهمة للقرآن الكريم لجلسات القرآنية يتخلى لها كثير من حتى تحت مسميات معينة خاصة بكم وأنتم قارئات انطلقتي من العراق من بيئة مسلمة من بيئة قرآنية من بيئة محفزة ومشجعة إلى بيئة مختلفة تماما في الديانة حتى في الانتماءات الكثيرة ليس هناك نقاط التقاء يعني تنعدم تماما ووجتي هناك جالية وبلشت بمشروعكم وكثير من التفاصيل دخلت بي عدتي إلى العراق ولربما أغلب عوداتكم إلى أو رجوعكم إلى العراق كان لمناسبة اشتراككم في هذا المهرجان أو في هذه الفعالية القرآنية التي ترعى من قبل العتبة العباسية المقدسة تعودون ومعكم تجربة تنقلون هذه التجربة هذه التجربة بعدما تنقلوها فيها تحدي فيها معاناة فيها نتيجة من أبرز التحديات اللي نعيشها في بلاد الغرب التحدي يكون واضح بملامحها باعتبار أنه احنا مختلفين تماما في كل التفاصيل فأي تحدي عن مستوى الفكري يكون واضح جدا بتفاصيله ما نعيشه هنا في مجتمعنا التحدي مختلف ربما يكون أصعب في ظاهره خير وفي باطنه شر في ظاهره المنفعة وفي داخله هناك ضرر للفرد الأخطر من ذلك اليوم التحديات اللي تشتغل على جيلنا اليوم تشتغل على مستوى سنوات يعني هو يبدأ بها هذه تأتي هذه الفكرة الظلة والمظلة تبدو يا من عمر الأطفال من عمر الطفولة حتى تجد ثمارها في عمر 15 20 سنة فيا ترى ثمارها بعد هذه السنوات كيفنا نممكن نعالجها يكون صعب هذا تحدي جدا صعب ويحتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى حتى إن شاء الله نستطيع أن نواجهه نعود إلى طريق القرآن طريق الحصانة الحصن الحصين اليوم لأبنائنا إذا ما عدت ونقلت هذه التجربة وعشت الآن حالة المقارنة أو المفاضلة في تنفيذ هذا المشروع هنا وهناك كيف أوصلتي من خلال مهرجان روح النبوة هذه الفكرة ولابد أن الأم بداية الأم تكون هي في طريق القرآن وبالتالي يزج أبنائها في طريق القرآن لحصانته للفرد وذكرنا في البداية هو ذخر ذخيرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى تفضلي مهرجان روح النبوة يسلط الأذواء على كل مجالات الحياة لكن بطريقة غير مباشرة تكون مجالات فنية مجالات شعرية مجالات في مجال البحث حوارات في مجال البحث في حياة الزهراء عليها السلام والجلسة القرآنية التي أشارك فيها أنا هذا توقف عن تفاصيل هذه الجلسة ونفهم شنو اللي يدور فيها الجلسة القرآنية عبارة عن مجموعة قارئات من مختلف الدول من العراق عادة يعني من مختلف الدول من دول لا يمكن أن تحزر عادة من فرنسا عادة من بلجيكا قارئات قرآن تشارك هذه القارئات قارئة الأخرى تقرأ القرآن والحضور ما شاء الله وفير هذا يحفز ويجعل شيء في نفس الحاضر أنه مهرجان روح النبوة هو مسلط أنه الزهراء عليها السلام بصورة عامة هي في كل مجالات الحياة لا تقتصر فقط على القرآن لا تقتصر فقط حتى فنيا يمكن أن نجد روح سيدة الزهراء هناك فمهرجان روح النبوة هو فرصة عظيمة لتلاقح الأفكار بين الدول اليوم أنا لما اجيت من بريطانيا إلى روح النبوة القارئة أو الأخت فلانة من اجت من فلان دولة إلى روح النبوة وجدت تلاقح أفكار أخذت شيئا من الأفكار وعلّه تنقلها إلى تلك الدولة أخذت شيئا من الأفكار علّه أنقلها إلى بريطانيا نجد فضل سيدة الزهراء في كل زمان ومكان وفي كل نمط من الأنماط الحياة عندما تحضرين هذه الجلسات يعني أنت كمرة حضرت مهرجان روح النبوة حضرت في مهرجان روح النبوة لثلاث سنوات ما شاء الله هذه السنة الثالثة أحتف تأثير هذا الحضور بحيث أنت شجعت لأنه ألتزم معهم في سنوات المقبلة يكون إلي أيضا بعض الأمور أحب أطورها في أدائي أكثر ما يجعل القادم لمهرجان روح النبوة والشعور بالقدوم مرة أخرى هو الألفة بين الموجودين يعني آخر أيام من المهرجان بكاء بكاء على الفراق وكأنه إحنا نعرفهم صار إنا شهر وهو من أهداف المهرجان وهو من أهداف المهرجان هذا أن يترك شيء في نفس الحاضر ولما يرجع إلى دولته إيش راح يذكر مهرجان روح النبوة راح يذكر الزهراء عليه السلام إحنا اجتماعنا في حب الزهراء عليه السلام وهذا واحدة كافة بالنسبة لي اللي يرجع إلى دولته لكن حورها ما حترجع إلى دولتها الآن حتنتقل ترجع إلى بريطانيا اللي حاليا سكنها ماذا ستنقل؟ يعني حتنقل من واقعها دولتها وبلدها والعراق وهذه الجلسة هي التآلف اللي بيها هذه عاشتها هي تربت هي هي ولدت في هذا المكان فما الذي ستنقله وبأي لسان ستنقله مختلف أنت أكيد حتختلفين عن اللي حيرجعون إلى بلدهم تفاصيل هذه المحافل التي تحضرها وأكيد حيكون أثناء لربما يزامن هذا المهرجان لربما أيضا يكون إليش محفل محفل قرآني ماذا ستنقلين؟ أنت الآن هكذا تعتبرين نفسيش مثل السفيرة أنا أنقل رسالة فكيف سأنقلها وبلغتي الخاصة وحسب ما رأيته أنا تفضلي بداية هو موضوع قدومي من بريطانيا إلى العراق لمهرجان روح النبوة هو وحده أنا أعتبره يعني في التجربة فخورة بها أنا ولما أرجع إلى بريطانيا أرجع محملة بالأفكار محملة بالطرق أنا أذكر واحدة من طالباتي لما تعرف بي أنا أروح للعراق في هذه المهرجانات تبكي يعني تقول لي أنه أنا أنتظر قدومك حتى تشوفين شونه راح يكون في وضاة سيدة زهراء تلمسينها بعدها؟ بلا شك بلا شك مجرد الشعور داخليا الإطمئنان داخليا بأن الزهراء عليه السلام ترافقنا تدعونا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنها ليست فقط في الوقت أنا ذاك حتى الآن إنها ألطاف لطف من ألطاف الزهراء دعوتي من بريطانيا إلى العراق لقدوم وحضور هذا المهرجان وكأنها تقول لنا لا نريد منكم جزاء حتى شكورة ما نريد منكم فهذه سيدة زهراء ألطاف سيدة زهراء ممكن أن نسهل لما أرجع إلى بريطانيا راح أحفز وأعرف خصوصنا الفئة الناشئة الأطفال أنه سيدة زهراء هي أساس القرآن من هنا يبدأ القرآن أهل البيت عليهم السلام هم ترجمان القرآن أحسنتم تشعرين بحجم المسؤولية اللي أنت فيها الآن وتشعرين أن سيدة زهراء تريد مننا أن نكون مسؤولات هكذا كيفما كانت أدوارنا في هذا المجتمع في هذه الحياة بحيث تذهبين أنت إنسانا لك من الإضافات يعني اللي حصلتها في روح النبوة تشعرين بحجم هذه المسؤولية بغض النظر على أنه الرحلة تكون نقول يعني روحية بغض النظر على أنه الرحلة هي روحية لكن نحن نرجع محملين بالتجارب بالمسؤولية مسؤولية تنقل هذه التجارب هي مو فقط معيشة هي مسؤولية تنقلها لهذه التجارب لهذه الدولة اللي هي على ما تكون دولة منعزلة دولة فقيرة عن هذا الكميونيتي اللي بالعراق دعواتنا القلبية الصادقة لكم حورا ياسين قارئة القرآن إن شاء الله بالتوفيق أدام الله عليك هذه النعمة بإذن الله أسأل الله لسيدة زهراء أن تغمركم بعاطفة أجمعين إن شاء الله شكرا جزيلا لكم إلى هنا نصل إلى الختام في أمان الكريم اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لكم